ديكتاتور الديمقراطية معول الفلاح فنان الشعب ومهندس الدمار الذي يتربع فوق كل خراب يظهر في صورة نادرة بمدينة السلامية يصوره أمراء الحرب المنتفعون من بقائه على أنه نصير الكادحين غير أنه لم يقرأ عنهم إلا في الكتب بتعبير أهالي المدينة التي أغرقها نظام الأسد ومنذ القدم في فقر مدقع وخدمات تكاد تكون معدومة شوارعها لا ترى وجوه رموز الوطني ومسؤوليه إلا في الأعراس الوطنية فالمواطن بمفهوم هؤلاء موجود لتلك الغاية حتى وإن تراكم الناس على أكوام القمامة يبحثون عن قوت يومهم بدأ أن ضاقت بهم سبل العيش في ظل ترد الأوضاع الاقتصادية في مناطق النظام الذي نصب نفسه لولاية جديدة على رؤوس هؤلاء مشاهد الإذلال اليومية وطوابير الخبز والغاز والمحروقات مستمرة لا تنتهي تنتقل مع الأسد عهدا بعد آخر تحاصر المدن السورية جميعها صور متكررة لم تخرج عن وصف الشاعر ابن تلك المدينة المتمرد محمد الماغوط حين قال يحدها من الشمال الرعب ومن الجنوب الحزن ومن الشرق الغبار ومن الغرب الأطلال والغربان وتلك غربان ما تزال تحوم في سمائها تسرق قوت أهلها وتمعن في إذلالهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر